ضمن الجهود المبدولة للمحافظة على المواقع الأثرية والسياحية في محافظة المفرق تم المباشرة بالعمل بإعادة ترميم بعض المناطق الأثرية في قضاء إرحاب وخصوصا إنشاء الشارع السياحي داخل البلدة وذلك الجذب الحركة السياحية للمنطقة كان هناك مخرجات جيدة من ناحية تدريب الفنيين والمهندسين على أعمال الصيانة والترميم والتالي نستفيد من هذه البرامج من ناحية استدامة عمل المواقع وهي تكون ملازمة لأعمال دائرة الآثار وتحت إشراف دائرة الآثار العامة وهنا نشكر أيضا دائرة الآثار العامة على دعمها المستمر والمتكامل ونرجو الدعم في المستقبل ونرجو أن يكون هناك الفسيفساء في مشغل لقضاء إرحاب كونها تحتوي على عدة كنائس ومن المدن التي يوجد فيها كثافة للكنائس في قضاء إرحاب واجهة تنفيذ هذا المشروع السياحي من خلال توفير فرص العمل والتدريب لأبناء المنطقة على أعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع الأثرية والتاريخية والهامة في محافظة المفرق هذا المشروع أنه وفر فرص عمل لأبناء المنطقة وعرفهم على أهمية الموقع الأثري وشو ممكن نستفيد منه كمردود سياحي نحن نسعب المجمع الكنسي فيه فرصة تعمل لعدد معين العمال بيشتغلوا فيهن وفيه عدد الكنائس نشتغل فيها البيوت التراثية الكنيسة الكتدرائية طبعا استفدت بهذه المدة المبلغ المالي واستفدت أيضا تنميم المواقع الأثرية وجذب السياح وما إلى ذلك أهمية هذا المشروع الذي نشتغل عليه التقليل من البطالة والتعليم حرفة جديدة حلو الإنسان أن يكون عنده يطور من مهاراته ويطور من نفسه والاستمرار في داعم مثل هذه المشاريع والتشاركية ما بين كافة الجهات ذات العلاقة مشانية المساهمة في المحافظة على هذه المواقع الأثرية وأيضا جذب الحركة السياحية لهذه المناطق يسل مشاكبات تلفزيو الأردني محافظة المفرق